أوعز جلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوة المسلحة اليوم إلى مدير الأمن العام بإعادة هيكلة جميع الإدارات والوحدات التابعة للمديرية بما يتلأم والمستجدات الشرطية والأمنية ويرفع من مستوى الكفاءة والفعالية لها ولمنتسبها جاء ذلك خلال زيارة جلالة الملك إلى مديرية الأمن العام حيث استمع إلى إيجاز حول أبرز المستجدات المتعلقة بتطوير الأداء الشرطي في مختلف الإدارات والوحدات التابعة للجهاز وخطط تطوير المنظومة المرورية واستعرض اللواء عاطف السعودي الخطط التنفيذية لجهاز الأمن العام والإجراءات المتخذة لتطوير وتحسين مستوى الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين والمتواجدين على أراضي المملكة خصوصا في ظل المراجعة المستمرة للاستراتيجيات الأمنية المتبعة وقام جلالة الملك بجولة في مركز القيادة والسيطرة حيث استمع لإيجاز حول أبرز الواجبات والمهام التي يقوم بها المركز والتحدثات التي طرأت عليها